بسم الله الرحمن الرحيم والبركة ودوام الأمن والاستقرار وجه رئيس مجلس الوزراء بالتالي أولا استمرار وتعزيز الإجراءات التي اتخذتها وزارتاء التجارة والزراعة لمواجهة الارتفاع بأسعار اللحوم وتقليل تأثيرها على المواطنين ثانيا تعزيز البطاقة التموينية والسلة الغذائية بمفردات إضافية تخفيفا عن كاهل المواطنين ثالثا إيقاف الاستقطاعات من السلف للموظفين والمتقاعدين لشهر واحد رابعا المتابعة والاهتمام بالوجبات التي تقدم لقواتنا المسلحة بمختلف صنوفها والتوجيه بمشاركة القاد والآمرين لأفراد وحداتهم وتشكيلاتهم تقوس الشهر الفضيل خامسا التوجيه لجميع دوائر الدولة بمتابعة احتياجات دور المسنين وجميع الدور الإيوائية وتقديم الرعاية الكاملة وتلبية متطلباتها سادسا دعوة القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والتجارية إلى المشاركة بدعم المواطنين والتكامل وتقديم التسهيلات خلال شهر رمضان المبارك والتخفيف من الأعباء التي تقع على الفئات الحشة والفقيرة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 24-046 لسنة 2024 بشأن برنامج إدارة المستشفيات الحديثة وتشغيلها لتصبح كالتالي 1- يكون سريان العقد لمدة سنتين قابلتين للتمديد شريطة توفر الاعتماد المالي بعد فتح الاعتمادات المستندية للشركات التي تم التعاقد معها 2- التأكيد على وزارة المالية توفير التخصيصات المالية وفتح الاعتمادات المستندية للشركات موضوع البحث 3- الموافقة على مبادئ تعاون لبرنامج الطاقة في العراق بين وزارة الكهرباء في جمهورية العراق وشركة أميا باور بحسب كتاب وزارة الكهرباء في أربع آذار 2024 4- الموافقة على إلغاء الفقرة رقم خمسة من قرار مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 2020 بشأن منح وثائق المهن الطبية والصحية والتمريضية وإطلاق منح وثائق التخرج والشهادات دون قيد أو شرط للمعينين على ملاك وزارة الصحة والوزارات الأخرى وتارك العمل وغير المعينين بحسب طلب وزارة الصحة في أربعة شرين الأول 2023 وتسعة عشر شباط 2024 الموافقة على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العام بصلاحية التعاقد مع الجهات المختصة بإنشاء المدن السكنية بطريقة الاستثمار لمشاريع الإسكان المحالة إلى الاستثمار في المحافظات كافة تعديل سقف التعاقدات المثبت في الفقرة رقم واحد من قرار مجلس الوزراء المرقم 23.017 لسنة 2023 المعدلة بقرار مجلس الوزراء المرقم 23.613 لسنة 2023 ليكون 3 تريليون دينار للمضي في إكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد بضمنها مشاريع الحزمة الأولى على أن تؤمن تخصيصاتها ضمن موازنة عام 2024 دون طلب تخصيصات إضافية الموافقة على ما يأتي واحد زيادة الكلفة الكلية لمشروع تجهيز وتنفيذ الخط الناقل لتصريف مياه الأمطار للمنطقة الجنوبية فلوجة لتصبح 137 مليار 520 مليون 923 ألف و346 دينارا اثنيا تتحمل اللجان المختصة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مسؤولية تسعير الفقرات وتحديد المواصفات كونها الجهة المختصة الموافقة على ما يأتي واحد زيادة الكلفة الكلية لمشروع تقاطع مجسر الأوقاف في الرمادي لتصبح 21 مليار و25 مليون و212 ألف دينار اثنيا تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المسؤولية عن دقة البيانات والمعلومات المرسلة إلى وزارة التخطيط الموافقة على ما يأتي واحد تعديل الكلفة الكلية لمشروع تبليط محلة 225 التابعة لقضاء الزهور بغداد لتكون بمقدار 4 مليار و548 مليون و800 ألف و300 دينار اثنيا زيادة الكلفة الكلية لمشروع تبليط محلتي 215 و225 في قضاء الزهور لتصبح بمقدار 9 مليار و183 مليون و922 ألف و800 دينار اثنيا تتحمل محافظة بغداد المسؤولية الكاملة عن الفقرات المضافة إلى الكشف الأصلي ومبالغ الزيادة على الكلف المقرر المشروع الموافقة على ما يأتي واحد زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء شبكة مجاري مياه الأمطار الثقيلة مع محطات الرفع في حي العباس وحي الصمود واحد وحي الصمود اثنيا الكابينات لتصبح بمقدار 70 مليار و107 مليون وتسعمية وخمسة وسبعين ألف وتسعمية وواحد وسبعين دينار اثنيا تتحمل محافظة صلاح الدين صحة ودقة البيانات والمعلومات المقدمة إلى وزارة التخطيط والإجراءات المأخوذة من قبلها إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية المرقم 24 ألف وسبعة لسنة 2024 بحسب الآتي إضافة السيدة وزيرة الهجرة والمهجرين إلى عضوية المجلس الوزاري للتنمية البشرية ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية إلى المجلس المذكور آنفا بحسب المادة رقم 20 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء الموافقة على ما يأتيه واحد التوصية إلى مجلس النواب العراقي بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008 المرسل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2 شباط 2020 إثنياً إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 256 لسنة 2019 الموافقة على التالي إرسال مشروع تعليمات الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى مجلس الدولة لتدقيقه بالتنسيق مع ممثل الجهات ذات العلاقة خلال أسبوعي عمل شكراً